أهلا بكم إلى حوار المساء في أول رد فعل إيراني على اتهامات الرئيس اليمني طهران بدعم الحوثيين والجنوبيين في بلاده نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم تدخل بلادها في شؤون اليمن وقالت إنها اتهامات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة ما خلفيت إذن هذا الجدل الدبلوماسي لماذا تسعى طهران إلى البحث عن موطئ قدم في اليمن وما مصلحتها في تقويض الحوار الداخلي الشد والجذب بين طهران والصنعاء سيكون إذن هو موضوع حوارنا لهذا المساء نرحب بضيفينا في حوار المساء معنا من صنعاء الباحث السياسي الدكتور نبيل الشرجبي ومعنا أيضا من الرياضة الصحفي والباحث السياسي السيد هاني وفا ويمكنكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح يسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك إذن أرحب بضيوفي وابدأ معك دكتور نبيل يعني ما الجديد على الأرض حتى يدلي الرئيس اليمني بتصريحاته واتهاماته لإيران وهذا الاتهام منذ سنوات شكرا جزيلا ربما الجديد هو شيئين ظهر على الأرض الشيء الجديد أنه في الأيام القليلة الماضية تم تفكيك بعد اكتشاف خلية تقسس إيرانية داخل العدن كما تم ضبط سفينة تحمل أجهزة تصنط مخابراتية عالية الدقة والحساسية تستخدمها أجهزة المخابرات الشيء الآخر ربما أيضا في الأيام القليلة الماضية الرئيس عبد الربو منصر هادي سار في الاتجاه الأفريقي للتأكد من بعض المعلومات التي تسربت حول احتضان الحكومة الأريتيرية لبعض المعسكرات لتدريب جماعة الحوثيين وقام ببعث رسائل مختلفة وخاصة للرئيس الجبوتي للتأكد من صحة هذه المعلومات يبدو أن الحكومة اليمني أيضا بالفترة الأخيرة قد ربما شارفت على الانتهاء من التحقيقات السابقة التي تتعلق بالباخرة جيهان وأثبتت هذه التحقيقات أن هناك ظلع للجهات الإيرانية في زعزعات وتدخل في اليمن لكن لماذا لم يشر الرئيس أو أي مسؤول في اليمن إلى شكل هذه التدخلات الإيرانية في اليمن ربما الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن يحتم عليها أن تسير بدبل ماسية هادية تعتمد على المناشداء أيضا تعتمد على طلب من الآخرين الذين يمتلكون الضغط على الجهات الإيرانية أن تكف على هذه الأعمال على اعتبار أن مثل هذه التصريحات ربما قد تثير حفيظة الجانب الإيراني أو من يدعمون إيران أو موالي الأولان في هذا الطرف يلقوا إلى تأزيم الأوضاع بصورة قوية جدا الآن الرئيس اليمني بكل تأكيد لديه العديد والكثير من هذه المشكلات لا يريد أن يفتح جبهة أخرى لتزيد لتعقيدات المشهد اليمني أكثر مما هي معقدة عليه هذه الأيام نعم أرحب بسيد هاني وفا إذن رغم اتهامات هذه لإيران لكن مستشار رئيس اليمني تحدث أنه لا نية لصنعه بالتصعيد حتى على الصعيد الدبلوماسي لماذا لا تخطو اليمن هذه الخطوة ولو حتى على الصعيد الدبلوماسي رغم كل هذه الاتهامات نتفق مع الأستاذ من صنعان فعلا أن اليمن لديه ما يكفي من المشاكل حتى لا يريد فتح جبهة جديدة أو جبهة دبلوماسية على أقل تقدير جديدة مع إيران رغم التورط الإيران الواضح والفاضح في اليمن عبر سنوات طويلة تصل تقريبا إلى حوالي عشر سنوات لكن أنا أعتقد أن السياسة اليمنية في هذا المجال في هذا الاتجاه تحديدا أعتقد أنها تتخذ المسار الهادئ أكثر من التصعيد ولكن مع الإعلان عن المواقف الموجودة التي تتمثل في الكشف عن خلاياة جسوسية عن تهريب أسلحة تهريب أجهزة يعني كنوع من الردع لإيران طبعا إيران لا ترتدع بهذه التصريحات أنا أعتقد رد الفعل يجب أن يكون أقوى ليس من اليمن فقط ولكن من أي دولة في المنطقة تتضرر من إيران ما الذي إذن يمكن أن يردع إيران إذا على الصعيد الدمناسي لا يمكن أن يردعها هذا التدخل في اليمن ولا حتى التصعيد سيد هاني أنا أعتقد أن المفترض أن دول مجلس التعاون واليمن أن يتخذوا إجراءات أقوى تجاه إيران يعني إيران هي تتمادة نحن في السنوات الأخيرة رأينا التدخلات الإيرانية في الشعن الخليجي كانت سافرة وكان إعلام من أربع دول خليجية الكشف عن خلايا تجسس أنا أعتقد أن يجب أنه يكون إذا كانت إيران تلعب على الورقة الداخلية يجب على تلك الدول أو حتى الدول المتضرة غير الدول الخليجية واليمن أن تلعب على هذه الورقة في إيران إيران يعني لديها مشاكل داخلية من الممكن التركيز عليها ومن ثم يعني معاملتها بالمثل لكن إيران يعني أنتقل هنا إلى الدكتور نبيل إيران تقول والمتحدثة باسم الخارجية الإيرانية تحدثت قالت أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة يعني لماذا لم تكشف الحكومة اليمنية عن أي أدلة أو نقاط تبرر هذا الاتهام لإيران المعروف أن السياسة الإيرانية هي ما يسمى تبادل الأدوار بين الجهات الرسمية المختلفة إيران ربما طول الفترة أو منذ قيام الثورة الإسلامية الإيرانية في 1979 هي دائبت على نكران كل شيء نكرت أن يكون لها توقت في بيروت ثم تفاجئنا بحزب الله نفت أن يكون لها تدخل في العراق ثم تفاجئنا أنها بتلعت الدولة أيضا نفت أن يكون لها أي توقت في سوريا وإذا بها الآن أصبحت معيق أساسي لإيجاد حل لهذه المسألة السورية الوضع في اليمن أيضا لا يختلف هي ستنكر مثل ما أنكرت مثل هذه التصريحات أو في المواقف السابقة الحكومة اليمنية ربما قد ظهرت هناك بعض التصريحات الرسمية وليست الإعلامية تؤكد أن هناك جهات إيرانية تقف في هذه الحالات التي تم اكتشافها وهناك اعتقاد لدى صانع القرار أن هذا الحد من الإعلان على هذه المعلومات وعلى هذا المستوى هو كافي لرد إيران لكنني أنا أؤكد أن هذا لن يردى إيران حتى فيما لو قامت الحكومة اليمنية حتى بتصويره وإظهار مثل هذه المستندات فإن الحكومة الإيرانية أيضا ستقوم بنفي هذا وستدعي بأن هناك جهة أخرى تقف أمام عرقلة هذه العلاقات بين الأطراف ومن ثم هناك أطراف أخرى تريد لهذه العلاقة أن تكون في أجواء غير عادية وهنا إيران لا تريد أن تحمل نفسها أي تبعات للمواقف التي تتخذها وأيضا لا تريد أن تحمل أتبعها في الداخل أي من هذه المواقف الناتجة على السلوك التدخلي لإيران في مختلف الدول نعم في ظل كل هذه المعطيات طيب دكتور نبيل كيف لليمن إذن تقليل هذا التأثير الإيراني على مسار الاستقرار في اليمن أتفك تماما أنا مع الأستاذ هاني دعنا من الجانب الدبلماسي ودعنا من الجانب المنمق ودعنا ودعنا ربما الجانب العربي هو في وضعية ضعيفة لا تستطيع أن تواجه المشروع الإيراني بمشروع مضاد وما سمح لإيران أن تقوم بهذا العبث بالمنطقة العربية ربما هو غياب مشروع عربي جامع موحد يستطيع أن يقف أمام هذه التهديدات ولكنني إذا أردت أن أتحدث بلغات غير دبلماسية أنا أقول أن إيران لديها الكثير جدا من المشاكل يستطيع الأطراف العربية أن يوقعوا إيران وأن يدخلوا من هذا المنفذ لعل وعسى ذلك يكونوا رادعا لإيران وخاصة لا توجد أي طريقة أخرى على اعتبار أن إيران قد فرضت نماذج من السلطات أو من الحكومة الموالية لها تماما من الأطراف المحاذية أو من الأطراف المجاورة لإيران ومن ثم يصعب التدخل هنا بأي طريقة لمواجهة هذا إيران سواء العمل على إثارة المشكلات العديدة الطائفية والسلالية والدينية والعرقية والسياسية والاقتصادية العديدة والكثيرة والخطيرة جدا في الداخل الإيراني سيد هاني بالحديث عن تحرك عربي ربما تحرك خليجي لدعم الاستقرار في اليمن كيف يمكن للدول العربية أو الخليج لتقليل حجم هذا السلوك التوسعي لإيران في المنطقة وخاصة في اليمن أعتقد يجب أن يكون هناك في موقف حازم عربي ولو أنه في دول عربية قد لا تريد أن تدخل في هذا الملف الشائق كون أنها لا تملك حدود مباشرة مثلا مثل دول خليج أو مناطق محاذية لكن أنا أعتقد القرار يجب أن يكون خليجي في المقام الأول هناك فيه محاولات تدخلات حين رأيناها من إيرانية في السودان في مصر في وقت من الأوقات أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك فيه مواجهة بالمثل واضح أن القيادة الإيرانية لا تعرف التفاهم الدبلوماسي هي تعرف التفاهم بنفس اللغة التي تتحدث بها هي تتدخل بشكل علني وسافر حتى عندما اليوم المتحدث في اسم الحكومة الإيرانية تنفي هذا الضروع هذا ليس من حقها لأن اليمن يملك الكثير من الإثباتات عن وجود إيراني متغلق المحاولات لبث الفتنة محاولات التسليح جهات معارضة سواء في الشمال سواء في الجنوب فأنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك فيه رأي خليجي في المقام الأول وضعا على العربي العربي قد يكون أن القرار قد لا يأخذ بشكل سريع لكن الدول الخليجية هي المتضدرة من التدخلات الإيرانية فبالتالي أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك فيه قرار خليجي بالمواجهة نحن نعرف أن هذه ليست أول مشكلات الخليج مع إيران هناك مشكلة الجزر الأماراتية التي حاولت دائما الأمارات من خلفها دول التعاون أن تحل هذا الملف وديا رغم ذلك لم تجد أي آيذان صاغية من إيران بل على العكس كان هناك فيه تمادي إيراني فأنا أعتقد أن الحكام في طهران لا يفهمون إلا لغة القوة وبالتالي يجب التعامل معهم من هذا المنطلق نعم دكتور نبيل تحدثت عن منافذ في حال تحرك عربي أو خليجي لتقليل هذا التأثير أو النفوذ الإيراني المستمر ما شكل هذه المنافذ أو نقاط الضعفة التي يمكن بها تقليل هذا التأثير الإيراني من المعروف أن الإدعاءات الديمقراطية الإيرانية هي أيضا إدعاءة زائفة هي كما تدعي أنها تتدخل لحماية المظلومين أو الإنصاف المظلومين يوجد داخل إيران ما يصل إلى 18 مليون سني هؤلاء المجموعين أو المجموعات محرومة تماما من أي نشاط سياسي تمثيلها السياسي الوزاري صفر تمثيلها البرلماني 2% وهو يجب أن يكون تمثيلها 5% تمثيلها العسكري في القيادات العسكرية العليا صفر تمثيلها في السفارات أيضا صفر هي محرومة أيضا من الحصول على جامعات خاصة من الحصول على مساجد من الحصول على القيام بمشاريع تجارية كبيرة هذه المجموعات أيضا هجرت من مناطقها بشكل كبير جدا فرضت عليها تغيير أسمائها فرضت عليها نوع من الثقافات الإيرانية التي لا يرضيها مثل هذه المجموعات أيضا فرض عليها طوق حصار اقتصادي لهذه المجموعات وتركت والمجموعات العربية ربما متواجدة في أماكن هي غنية جدا من ثم مثل هذا الوضع أيضا هو يلقي تابعات كبيرة جدا على الجانب العربي أن يقوم أيضا بتهريك مثل هذه الملفات التي قد توقع إيران مثل ما أوقعت فيها الأطراف العربية يعني ما رأيك سيد هاني في تحريك مسألة السنة في إيران هل تتجه ربما دول الخليج أو الدول العربية لمثل هذا الخيار أنا أعتقد إذا ظلت إيران في سياستها التدخلية وفي طريقتها في محاولة زعزعة أمن واستقرار دول الخليج أنا أعتقد أن هذا هو الحل المماثل إذا أرادت هي تدخل في شؤوننا نحن نستطيع أن ندخل في شؤونه مثل ما تفضل الأستاذ يعني إيران تتكون من قوميات عدة والقوميات هذه يعني كما نعرف أنها مقموعة أنها لا تأخذ حقوقها كمواطنين إيرانيين فبالتالي أنا أعتقد يجب أنه يكون هناك في تخطيط إذا حاء إذا إيران لم تقف عند الحد الذي هي عليه أن لا تتعامل على أساس حسن الجوار الذي أرادته دائما دول المجلس تعاون فليس بالإمكان إلا الخوف في هذا الاتجاه الأخرى التي تبدو يعني قريبة ربما من التوجه اليمني ربما المدعوم من قبل خليج سيد هاني لا أعتقد أنه يعني فيه خيارات أخرى للتعامل مع إيران إيران يعني القيادة الإيرانية هي تحاول التغلقل ومن ثم النفي ومن ثم يعني كما رأينا في مماطلتها في ملفها نوي مع الدول الغربية إيران هي تحاول يعني فرض هيمنتها على المنطقة العربية منطقة الخليج في المقام الأول فبالتالي يجب إيقافها عند حد معين لا تتعداه هناك في دول قائمة يجب أن تقوم العلاقات بيننا من إيران على حسن الجوار إذا أرادت إيران ذلك وإلا يجب أن تعامل بمثل ما تعامل به دول خليج طيب دكتور نبيل يعني نفهم أبعاد دعم الحوثي من قبل إيران لكن ما مصلحة إيران من دعم الحراك الجنوبي نعم ربما الفترة الأخيرة كما نعرف جميعا أن الرئيس السابق علي سالي بالبيض الرئيس اليمني كان يحاول في جولة عربية مكوكية حاول أن يحصل على بعض الدعم العربي لأن يكون له تأثير في اليمن أو حاولة إقرار بعض السياسات التي تتفق مع مصالحه الخاصة الجانب العربي ربما سد هذا النفق تماما اتجه نائب رئيس البيض إلى إيران لدعمه إيران المستفيد الوحيد وبكل تأكيد هي ستقدم مثل هذا الدعم على اعتبار أن تواجد إيران على منطقة قريبة من البحر العربي هي إحدى الأمنيات الكبيرة التي ظلت السياسة الإيرانية تبحث عنها ومن ثم فإن تواجد علي سالم البيض في منطقة مثل حضر موت ودعمها الحراك الجنوبي وخاصة الذي يتزعمه علي سالم البيض قد يمكن في حال ما إذا تمكن هذا الحراك من التواجد في منطقة حضر موت أن يمكن إيران من الوصول إلى البحر العربي وهي منطقة ارتكاس تستطيع من خلالها إيران أن تؤثر على مجمل السياسات العالمية وخاصة في مجال النفط هذا الاتهام طبعا ليس بجزاف على الاعتبار أن هناك قيادات كانت تعمل مع علي سالم البيض بالفترة الأخيرة وخرجت على العلن وأعلنت بكل وضوح أن هناك تعاون إيراني مع نائب الرئيس السابق علي سالم البيض شمل هذا التعاون مختلف أنواع التعاون أمني عسكري سياسي اقتصادي لكن دائما تتجنب الحكومة اليمنية إعادة إطلاع الرأي العام على هذه القرائن دكتور نبيل لماذا؟ نعم أنا كما قلت أعيد مرة أخرى أقول أن الحكومة اليمنية بكل تأكيد هي في وضع غير متمكن لأن تذهب بعيدا مع هذه التصريحات لأن تتخذ موقف إعلان مثل هذه التصريحات أو أكثر من ذلك هي قد يستبع سياسات من الحكومة اليمنية لا تقدر عليها الشيء الثاني الحكومة اليمنية ربما تعتقدها كذا في اعتقادها أنها بالتواصل مع هذه الأطراف التي تدعمها إيران قد تتمكن من وقف مثل هذا التعاون أو مثل هذا التمديد لكن الحكومة اليمنية تخطئ تماما من أن هذه الجماعات قد تنفك من التوغل الإيراني أو مع التعامل الإيراني بشكل سافر للسيادة اليمنية طيب سيد هاني الدعم الإيراني الحوثيين إلى أي درجة يهدد مسار مشروع الفيدرالية في اليمن وأيضا الحوار والمبادرة الخليجية التي تم رعايته من قبل دول الخليج أرى أنه يهدده تماما المبادرة الخليجية قامت على المصالح اليمنية إذا كانت إيران تدعم الحوثيين من جانب وتدعم الحراك الجنوبي من جانب آخر هي تريد تفتيت اليمن بهذا الأمر تريد إضعاف الدولة اليمنية هذا تماما ضد المبادرة الخليجية التي دعت إلى المصالحة اليمنية اليمنية فبالتالي هي حتى إيران تهدف إلى إخراج دول الخليج من اليمن ومن ثم السيطرة على المناطق التي تريد السيطرة علىها مثلا فضل أستاذ خاصة في خليج عدن وبالتالي طبعا إذا استطاعت أنها تقيم دولة منفصلة في شمال اليمن نعم بالتالي أنا أعتقد أن الموضوع في نهاية الأمر هي عملية توغل أكثر فأكثر من ناحية اليمن الالتفاف على دول الخليج العربي من جهة أخرى فبالتالي يجب أن يكون هناك فيه أيضا في اليمن ليس بالنسبة لدول التعاون يجب أن يكون ليس الدول الخليج وحدها ولكن حتى المجتمع الدولي مطالب الذي هو راعي من خلال الأمم المتحدة أن يجب أن يحافظ على الوحدة اليمنية على المصالحة اليمنية على الحوار الوطن اليمني ولا يجعل الإيران منفذ تدخل منه يجب أن يضع هناك حد للتدخلات الإيرانية في اليمن سواء في الشمال أو في الجنوب لكن سيد هاني لا يبدو أن الدعم الإيراني يوجه أي ضغوط دولية لماذا لم يطرح هذا الموضوع من قبل أو يتم طرحه من خلال مفاوضات إيران مع الغرف فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني هذه المفاوضات طبعا في الأساس هي الملف النووي الإيراني لكن إذا كان هناك فيه نقاشات جانبية فأنا أعتقد من المفترض أن يكون أكثر من ذلك يجب أن هناك مطالبات بإشراق دول مجلس التعاون في المفاوضات هذه كونها هي معنية بالأمر هذا أكثر من غيرها ولكن نحن نجد دول الخمزة زايد واحد تريد الوصول إلى اتفاق نووي تريد أن تركز على اتفاقنا ويدون طرح المشاكل الجانبية المشاكل الجانبية ملفها كبير يوازي حجم الملف النووي الإيراني تدخلات إيران يعني السافرة في كل مكان في الخليج أو في غارج الخليج أنا أعتقد أنه لا توجد أي منقشات حول هذه الملفات بقدر ما هي مركزة على النووي الإيراني لكن إذا كان هناك في نقاشات فأنا أعتقد أنه يجب أن يفتح جميع الملفات مع طهران سنطلع إذن بعد الفاصل على رأي المشاهدين حول تدخلات الإيرانية في اليمن وأيضا فاق العلاقة بين العرب وإيران إذن نتوقف الآن مع فاصل قصير قبل العودة لاستكمال هذا الحوار أهلا بكم من جديد قبل العودة لمواصلة حوار المساء نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن اتهامات الرئيس اليمني لإيران بتدخل في شؤون بلاده رشيد حسين على تويتر يقول إيران تتدخل في شؤون اليمن وتدعم الحوتيين بالمال والسلاح ولا يستطيع أحد إنكار ذلك عمر الحلبي من جهته يرى أن إيران تتدخل في شؤون الدول العربية من اليمن إلى سوريا إلى العراق إلى لبنان أما جمال الضالعي فيتساءل ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ أو تتخذها الدول العربية لدعم اليمن في مواجهة التدخلات الإيرانية عبد الرحمن العبيدي على فيسبوك يقول اليمن يمثل عمقا استراتيجيا لإيران التي تحاول التأثير من خلاله على الأمن في المنطقة برمتها عمر المدفعي على جوجل بلاس يرى أن الرئيس اليمني يحاول التهرب من الاعتراف بالفشل عن طريق اتهام إيران بالتدخل في شؤون بلاده أخيرا محمد كاظم يتساءل هل يستطيع اليمن اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية مع إيران وتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة إذن نرحب مرة أخرى بضيوفي ولعلي أشارك معكم هذه التساؤلات لبعض المشاهدين يعني عمر المدفعي دكتور نابيل يتساءل يقول الرئيس اليمني يحاول التهرب من الاعتراف بالفشل عن طريق اتهام إيران بالتدخل في شؤون بلاده وأيضا هناك بعض الآراء التي ترى أن اتهام إيران بالتدخل في الحراك الجنوبي هو تحويل للحراك الجنوبي بأنه تدخل إيراني في شأن اليمن ربما المشكلات الحقيقية التي توجد على أرض اليمن هي تجعل الكثيرين جدا يقولون مثل هذا الكلام أن الرئيس اليمني ربما فشل في ملفات كثيرة الوضع معقد بشكل قوي جدا مثل هذه التصريحات هي ليست تصريحات عادية هذه التصريحات من أكبر مسؤول داخل بلد ومن ثم هي مسؤولية دولية كبيرة لا نتعامل مع مثل هذه التصريحات بمثل هذه السطحية التي تطرح على اعتبار أن هناك مناكفة داخلية أو تهرب من شيء هذه مسؤولية دولية هذه علاقة دولية لا تخذ بهذا المعنى ولا تفهم أيضا بهذا المعنى هذا أعلى رجل وأعلى مسؤول في الدولة محاسب أيضا على كلامه ومن ثم الكلام الذي يقوله هو أيضا نابع عبر قرارات أو عبر معلومات صادر من مؤسسات همانية وإلا لما ذهب إذا هذا الاتجاه حتى يزيد المشاكل التي عليه أما بالنسبة لشأن تقدم بشكوى في مجلس الأمن أو المجتمع سنعرض على هذه النقطة لعلي عليها لكن أبقى في إطار هذه النقطة أيضا تعامل تعامل للرئيس هناك من تقدم تعامل للرئيس مع الحوثيين وأيضا تحولهم من رئيس المفروض أن يكون حكم في هذه المسألة إلى وسيط كيف تنظر إلى هذه المسألة دكتور نبيل بكل تأكيد ربما المنحنة الأخير الذي اتجهت له الدولة هو منحنة غير طبيعي وغير مقبول لأسباب كثيرة جدا على اعتبار أن هناك دولة الدولة بهذا السلوك ربما عملت على جعل هذه الجماعات تخلق سلطة موازية لسلطات الدولة وهذا ما نرى ما يعمله الحوثي والأخطر من ذلك أن هناك جماعة أخرى قد تقدم على نفس هذا العمل وتتحدى الدولة في مناطق أخرى وتخلق أيضا قوة موازية لها لقوة الدولة وهناك تنتهي الدولة وربما نتفتت ولكن الرئيس أيضا عبد الرب منصر هذه خلال هذه الفترة لا يستطيع أن يتخذ أي قرار أبعد مما اتخذه ربما هو غير قادر أو غير مواثق تماما من استخدام هذه المؤسسة العسكرية الذي ما زالت تجهد انقسامات خطيرة جدا يخاف أن يغامر بهذه المؤسسة العسكرية ويكون هذا الانشقاق أيضا هو الأخير أو كما يقول القشية الذي قد تقصف ظهر البعيد لا يستطيع أيضا أن يراهم بدخول المؤسسة العسكرية في حرب مع هذه الجماعات ويخسر هذه الحرب حتى تخسر الدولة ومن ثم ليس أمامها إلا اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإن كنت لا أتفق معها تماما لكن ليس هناك إلا ما هو الحل الممكن الذي رأيناه بالفترة السابقة وهو حلا من وجهة نظري غير مقدي إطلاقا طيب يعني سيد هاني باختصار أو عرج على رأي الدكتور نبيل هل تعتقد أن الرئيس هادي وما قام به هو أقصى ما يمكن عمله في الشأن الداخلي وأيضا التعامل مع ملف الحوثيين باختصار سيد هاني هو بالتأكيد اليمن يواجه العديد من المشاكل السياسية الاقتصادية الاجتماعية أنا أعتقد أن الرئيس هادي يحاول الموازنة بين الأمور بحيث أنه يستطيع حل المشاكل دون الدخول في مشاكل جديدة أنا أعتقد أن الوضع في اليمن معقد يجب التعامل معه بكل حذر طيب أيضا رأيي المشاهد جمال الضالعي يتساءل ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول العربية لدعم اليمن في مواجهة التدخلات الإيرانية هنا تحدث بشكل عام أيضا في مسألة اليمن لعل المملكة العربية السعودية قربها الجغرافي أيضا دول الخليج والتي قامت بطرح المبادرة الخليجية ما هي الخطوات سيد هاني أنا أعتقد أن المملكة كانت دعم اليمن منذ عقود طويلة وليس بجدد وما زالت لكن طبعا بعد المبادرة الخليجية أنا أعتقد أن الأمر أصبح في يد المجموعة الخليجية أكثر منه في يد المملكة ولكن نحن نعلم أن المملكة قلبا وقالبا على الشيقاء في اليمن. يتهمن مصلحة اليمن. نملك حدود طويلة جدا مع اليمن. أعتقد استقرار اليمن من مصلحة المملكة. طيب أيضا دكتور نبيل رأي لمشاهد محمد كاظم. تسأل هل يستطيع اليمن اتخاذ قرار بقطع العلاقات الدوليماسية والتجارية والاقتصادية مع إيران. وأيضا ماذا عن تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة؟ نعم. ربما اليمن لا تستطيع. بمعنى ليس لا تستطيع. ولكنها لا ترغب في اتخاذ مثل هذه الخطوات. على اعتبار أن مثل هذه الخطوة قد تجعل المواقف متأزمة بشكل أكبر مما هي عليها اليوم. ومن ثم قد نرى ما هناك تحرك خطير جدا على الأرض. وخاصة من قبل الجماعات الموالية لإيران. هذا الشيء. الشيء الآخر. ربما أيضا الحكومة اليمنية وصلت إلى قنعة أنه فتح العلاقات أو قطع العلاقات مع هذا السلوك الإيراني. ربما لا يفيد. ولن يغير في المعادلة شيء. السلوك الإيراني سيستمر في كل الأحوال. أما بشان تقديم هذه الشكوى. أنا في اعتقادي ربما الموقف الأخير الذي صدر عبر صدور القرار مجلس الأمن الدولي 2140. هو كان أيضا رسالة واضحة لإيران عبر أو بصورة غير مباشرة. عندما تحدث القرار على الدعم الذي تلاقي هذه الجماعة المسلحة. وخاصة جماعة الحوثي التي تتلقى مثل هذا الدعم. أنا في اعتقادي. هذه هي بداية أولية بداية صحيحة. لكن أيضا في نفس الوقت مطلوب من كل الأشيقاء العرب. وضع استراتيجية عربية واحدة قوية تستطيع أن تتعامل مع هذا التدخل الإيراني. وأن تعمل على سد هذا الفراغ الذي تتمكن منه إيران في التدخل في شؤون المنطقة بشكل عام. لكنني أيضا أستطيع أن أقول أن تأخر مثل هذا القرار من المجتمع الدولي. هو نظر لأن هناك رأي في المجموعة الدولية. ما زال يعتقد بأن كل المشاكل التي تقوم في المنطقة أو تسبب هذه المشاكل لبعض الأطراف الدولية. هي آتية من طرف غير شيعي. وربما هو من طرف سني. ربما هذه الصورة الذهنية ما زالت تؤخر كثيرا جدا. مراكز صناعة القرار من عملية التحول في اتخاذ قرار سريع تجاه إيران لمنعها مثل هذا التدخل. لكن تم إعلان القاعدة أعلنت الحرب على الحثيين بمناطق الوسط. ما شكل التغيير دكتور نبيل الذي يمكن أن يخلقه هذا الصراع على المشهد السياسي في اليمن؟ بكل تأكيد هذه مسألة خطيرة جدا. من يعتقد أن استخدام السلاح في منطقة معينة أو التهديد في موضوع معين قد يقتصر على هذه الحالة أو على هذا الموقع الجغرافي. هذا سيدعم كثيرا جدا من الجماعة أن تقوم بحماية نفسها. وأن تقوم هناك جماعة للتكتل في نفسها للدفاع عن نفسها أمام هذه المشروعات الصغيرة وأمام هذا التخريب الصغير. هذا قد يدخل اليمن في دوامة العنف الخطير والكبير. وخاصة أن منحن العنف الأخير بالفترة الأخيرة وصل إلى معدلات غير عادية. يكفي أن اليمن لأول مرة تشهد في حروبها الداخلية أو في صراعات الداخلية استخدام أسلحة متطورة وثقيلة وبعيدة المدى. لم نشاهدها بالمرحلة الأخيرة. هذا هي إحدى التصرفات أو إحدى الأخطار التي نتحدث عنها. وما تنظيم القاعدة إلا أيضا أحد هذه الأخطار. ومن ثم قد نسمع في الأيام اللاحقة عن تشكيل هناك جماعة أهلية أو هناك جماعة جماعة أيضا لتحمي نفسها من هذا الخطر أو من هذا الخطر. ومن ثم اليمن تتفتت بين هذه المجموعات ونصبح فيما يشبه ألا دولة. نعم. سيد هاني. إعلان القاعدة للحرب على الحوثيين. هل تعتقد أنه البداية الفعلية لحرب مذهبية في اليمن؟ هو بالتأكيد. هناك في الحرب المذهبية قام من يوم ما دخل الحوثيين على خط العزمة في اليمن. وتقبلوا الدعم الإيراني. وبالعكس. حسب الأمور تتحدث أن هناك لهم مكتب في إيران. أنا أعتقد أن هناك ممكن أن تكون حرب مذهبية. نعرف أن هناك هناك متشددين من الطرفين. هذا قد يقود إلى حرب ضروس تفكك الدولة اليمينية من أفضل الأستاذ. الدولة اليمينية وأن أحرب المجتمع اليمني يقوم على مجتمع قبلي. فبالتالي التنمية غير موجودة. فبالتالي أنا أعتقد أنه ممكن جدا أنه يكون هناك في مواجهات على أسس طائفية. ممكن أن تقود اليمن بمجمله إلى حرب أهلية لا تحمد عقباها. ولكن نحن نتمنى أن يكون هناك في موقف أقوام الدولة اليمنية. موقف أقوام المجتمع الدولي لمساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا الظواهر. ومنع التدخلات التي هي موجودة فعلا. باعتراف دولي. باعتراف أمريكي. أن هناك تدخلات إيرانية لإدكاء نار الفتنة في اليمن. أيضا تحدث الدكتور نبيل عن أهمية وجود استراتيجية عربية موحدة إذا ما تحدثنا عنها حتى على الإطار الخليجي. هناك دائما خلافات قد تعرقل أي استراتيجية موحدة. هل هذه الخطوة قريبة ويمكن تحقيقها فيما يتعلق بتقليل حجم النفوذ الإيراني في المنطقة؟ أنا أرى أن هذه الخطوة قائمة بالفعل. هناك فيه تنصيق قائمة بين دول مجلس التعاون في كافة الموضوع. ومن بينهي الموضوع الإيراني. التغلغ الإيراني في السنوات الأخيرة في منطقة الخليج عبر شبكات الجستوس أو محاولات التخريب أو ما شابه. أنا أعتقد أن هذه من النقاط الأولى التي هي على جدوى الأعمال دول مجلس التعاون. كيفية ردع إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية. سواء قولا أو فعلا. فأنا أعتقد أنه هناك فيه فعلا خطوات مدروسة. خطوات يتم دراستها لمواجهة هذا التغلغ الإيراني في المنطقة. وبالتالي محاولة زعزة الأمن واستقرار الموقع على حساب التوسع النفوذ الإيراني في هذه المنطقة. أشكرك إذن سيد هاني وفا الصحفي والباحث السياسي. كنت معنا من الرياض. وكل شكر أيضا لضيفي من صنعاء الدكتور نبيل الشرجبي الباحث السياسي. شكرا جزيلا لكم مشاركتنا حوار المساء.